اشتركوا في القناة لا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلة يا ليتنا كلنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة ذاك المناء لو أن ذلك يحصل مما نعتقد به نحن الإمامية الإثنى عشرية أن الإمام الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لترابي مقدمه الفدا أنه قد ولد في السنة مئتين وخمسة وخمسين لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد استشهاد أبيه أبي محمد العسكري عليه السلام صارت وقعت هناك غيبة صغرى ثم تلتها غيبة كبرى إلى يومنا هذا إلى ظهوره المبارك هذا ما نعتقد به وهذا ما ندين به بيننا وبين الله سبحانه وتعالى رجوعاً واتباعاً للنصوص الصحيحة الصريحة المعتبرة الوارد عن أهل بيت العصمة والطهارة وقبل ذلك القرآن الكريم فاعتقادنا أن الإمام حاضر مولود موجود على وجه الأرض ولكن السؤال الذي نريد أن نجيب عليه ما هو وجه الانتفاع بوجوده عليه السلام وهو غائب عن الأنظار كيف ننتفع بإمام وهذا الإمام لا نراه لا نشاهده لا نلتقي به ما هو وجه الانتفاع به الإمام عليه السلام من وظائفه هداية الناس وبيان وتبليغ الأحكام الأحكام الشرعية ولكن نحن في زمنين لا يمكننا أن نلتقي بإمام الزمان لا نجالسه لا نطرح عليه أسئلتنا لا نلتقي به لا نكلمه ولا يكلمنا فما هو وجه الانتفاع بوجوده عليه السلام وبما أن هذا السؤال جوهري وهو ما يتعلق بعقيدة الإنسان لابد أن المؤمن يعي جواب هذا السؤال لتكون عقيدته في قوة في صلابة لا تزلزلها الشبهات فهذا اليوم في هذا الزمن كثير من الشبهات تطرأ على شبابنا المسلم المؤمن من الشرق والغرب من الداخل والخارج ما زالت تلك الأفواه التي تلقي الشبهات والتشكيكات وتضعيف عقائد المؤمنين هذه الشبهات لا بد أن تكون الإنسان عنده علم ومعرفة في مقابل تلك الشبهات لكي لا تتزلزل العقيدة في داخله إمام الصادق من ذلك الزمان يقول إلى عبد الله بن سنان إلى عبد الله بن سنان ستصيبكم شبهة وتبقون بلا إمام يرى لا ينجو فيها إلا من دعى بدعاء الغريق فقلت الراوي عبد الله يقول فقلت يا سيدي وما دعاء الغريق فقال عليه السلام قولوا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك فقال الإمام عليه السلام نعم إن الله مقلب القلوب والأبصار ولكن قل كما أقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهذا ما نحتاج أن نلهج به في قنوة صلاتنا لكي يثبت الله سبحانه وتعالى علينا عقائدنا نستودع الله سبحانه وتعالى عقيدتنا ليحفظها الله سبحانه وتعالى ولا يقلب قلوبنا من الهدى إلى الضلال والباطل ستصيبكم شبهة وهذا في زمن شبهات كثير من الناس ولعل كثير من في أسقاع المعمورة هناك من يدعي المدعين كثر والمشككون كثر ولكن نحتاج إلى إيمان صلب ولهذا هذا السؤال ما هو وجه الانتفاع بوجوده المقدس وهو غائب لا نراه سؤال جوهري يتعلق بعقيدة المؤمن ولهذا ثلاثة من المعصومين عليهم السلام أجابوا عن هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وآله والصادق عليه السلام وإمامنا المهدي عليه السلام مضامين نفس المضمون المضمون واحد بألسنة ثلاثة من المعصومين عليهم السلام أنقل لك النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله عنه صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيعون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كما ينتفع الناس بالشمس وإن جل لها السحاب شوف النبي صلى الله عليه وآله كأنه جعل تشبيه لماذا لوجود الإمام ونور الإمام كنور الشمس وانتفاع الناس بهذا النور وهذا الضياء كما ينتفعون بنور الشمس وضياء الشمس الشمس أصل الحياة ولولا الشمس لما بقي لا نبات ولا حيوان ولساخت الأرض بأهلها وكذلك لولا الإمام سلام الله عليه لم تبقى حياة على وجه المعمورة لولا الإمام لساخت أو لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها لها نحن الآن في هذا الوقت حياتنا بحياته نتنفس بتنفسه وجودنا مرتبط بوجوده فلولا وجوده المقدس لما وجدنا على وجه الآرض هذا بركات أهل بيت محمد صلى الله عليهم أجمعين بل الدنيا أول ما كانت الدنيا ابتدأت الدنيا ببركات أنوارهم أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ثم أنوار المعصومين فصاروا خمسة أنوار منهم خلق الله الشمس والقمر والجنة والحور العين والسماوات والأرض أول الدنيا ما خلقت الخلق إلا لهم لهم ولأجلهم ومحبة فيهم لا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا كلهم إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء إذن أول الدنيا قامت ببركة وجودهم والآن الأرض مستقيمة ومستقرة ببركة وجودهم فلولاه سلام الله عليه لساخة الأرض بمن عليها اثنين الشمس قلنا الشمس أصل الحياة الشمس ونور الشمس أصل حياة الموجودات النور الشمس يدخل في حياة كل الموجودات فكل نور مستمد من الشمس فالأرض الكرة الأرضية لا تستغني عن نور الشمس لا في الليل ولا في النهار حتى في الليل نستمد نور الشمس من خلال القمار كذلك نور الإمام سلام الله عليه كل نور في الكرة الأرضية هو من نوره ثلاثة الشمس سخية الشمس ليس ببخيلة تعطي أنوارها لكل الموجودات سواء كان مؤمن أو فاسق مسلم أو غير مسلم كافر كذلك الإمام سلام الله عليه ببركات وجوده تشمل الجميع المؤمن والفاسق بركات وجود الإمام تعمهم إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته كما ينتفع الناس بماذا بالشمس وإن جل لها السحاب لو الشمس جاءت بعض السحاب وغطت بعض أضواء الشمس هل الكرة الأرضية تنقطع عن الاستفادة من نور الشمس؟ لا وإن جل لها السحاب كذلك الإمام سلام الله عليه دعونا نتكلم عن المولى سلام الله عليه وعجل الله تعالى له الفراج في محاور ثلاثة المحور الأول ما هو وجه الانتفاع بوجوده سلام الله عليه من خلاله ثلاث نقاط النقطة الأولى فائدة وجوده عليه السلام وجوده له فائدة علمية عقائدية وهو تصديق قول النبي صلى الله عليه وآله وقد صحى عن طريق الفريقين أنه قال صلى الله عليه وآله إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض النبي يقول ما تفترق العتر عن كتاب الله تبارك وتعالى وفعلا في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله جامير المؤمنين سلام الله عليه فكان هو الملازم للكتاب فلن يفترقا فلم يفترقا ثم جاء بعده الحسن والحسين إلى الإمام العسكري عليه السلام فكانت العتر مع كتاب الله تبارك وتعالى من بعد الإمام العسكري لو لم نقل بوجوده لو لم نقل بولادته والعياذ بالله وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله للزم بذلك كذب رسول الله صلى الله عليه وآله حاشا ألف حاشا نبي صلى الله عليه وآله الصادق الأمين صادق في قوله قال لن يفترقا في هذا الزمن من الذي يلازم كتاب الله من العتر لا يوجد إلا ممثل واحد وهو المولى مولى الأنام عجل الله تعالى له الفرج قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية من إمام زماننا لابد لرسول الله من ممثل لقول رسول الله من ممثل وهذا الممثل من العترى الطاهرة من نسل النبي صلى الله عليه وآله ولابد لهذه قول رسول الله من ممثل من الممثل هو مولى الأنام سلام الله عليه إذن وجوده المبارك وجوده المقدس فائدته فائدة علمية عقائدية وهي تصديق لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الفائدة الثانية الشهادة الحسية قال الله سبحانه وتعالى وقل عملوا فصير الله عملكم ورسوله والمؤمنون عرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته كانت الأعمال تعرض في حياته صلى الله عليه وآله ويشهد على أعمال أمته في حياته شهادة حسية وبعد وفاته صلى الله عليه وآله تعرض عليه الأعمال فيشهد على أعمال الأمة شهادة علمية ولكن من المؤمنون في الآية؟ من الذي المقصود من المؤمنون في الآية؟ الروايات المعتبرة تقول المؤمنون في الآية هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله والأم عليهم السلام كان أمير المؤمنين ثم الحسين ثم الحسين إلى العسكري في زماننا هذا من الذي تعرض عليه أعمال هذه الأمة؟ ليشهد عليها يوم القيامة وتكون شهادته شهادة حسية هو الإمام سلام الله على يوم ندعو كل أناس بإمامهم في هذا الزمان نحن أناس من إمامنا؟ إذا جاءوا لأنه يوم القيامة تحشرون في زمرة من؟ لأن نحشر في زمرة أمير المؤمنين ولا تحت راية الإمام الباقر ولا الصادق بل تحت راية إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى له الفرج فهو إمام هذا الزمان يوم ندعو كل أناس بإمامهم من الذي تعرض عليه الأعمال يوم القيامة يحشرون في زمرته وتحت رايته فيشهد علينا نحن في هذا الزمان والإمام سلام الله عليه على من تتنزل الملائكة؟ لو لم يكن وجوده حاضر في هذا الزمان ما هي وجه الفائدة والانتفاع؟ الشهادة لو لم يكن موجود على من تتنزل الملائكة في ليلة القادر من كل أمر تتنزل على من؟ في البحار أو في الصحاري ومن الذي يدعي أن الملائكة تتنزل عليه في ليلة القادر؟ ما سمعنا واحد قال أنا والله الملائكة تأتيني بأعمال الأمة فتعرضها علي إلا واحد وهو من ذرية النبي صلى الله عليه وآله إذن ثنين من فوائد وجوده ووجه الانتفاع به أن يشهد على أعمال الأمة على أعمال العباد يوم القيامة منذ مئات السنين إلى يومنا هذا إلى ظهوره المقدس المبارك ثلاثة من وجوه الانتفاع بوجوده سلام الله عليه وإن كان غائبا حفظ الدين طالما الطغاة وحكام الجور أرادوا أن يبيدوا الدين الإسلامي أن يطفئوا نور الله تبارك وتعالى ما فتئوا إلا وهم يحاربون دين الله عز وجل البني أمية وبني العباس والحجاج وغيرهم كانوا يسعون لإطفاء نور الله تبارك وتعالى في هذه الأزمنة كذلك الكفار كثيرون والذين يحاربون الدين من الداخل والخارج بحروب خارجية وبحروب ثقافية وبحروب ناعمة كثير ولكن من الذي يحفظ الدين أنا وأنت؟ لو بقيت على الناس لهذا الدين انتهى ولكن وجوده سلام الله عليه يدفع عن الدين من الذي يسدد المراجع؟ كم من الألطاف الخفية من البركات التي كانت في حفظ النظام الاجتماعي ببركة وجوده سلام الله عليه بعض المراجع لا نشك ولا ذرة واحدة أن بعض الفتاوى وبعض الكلمات هي بتسديد الإمام سلام الله عليه احنا ما نشعر نحن لا نرى ولكن الإمام سلام الله عليه يسدد ولكن الإمام سلام الله عليه يحفظ يرشد يوجه وهو في عالم الغيب نعم الشيعة الشيعة المذهب الاثنى عشرية طالما تعرض للإبادة وإلى الحروب وكان الدماء الاثنى عشرية الشيعة أقل عندهم من دم البعوضة ولكن من الذي حفظ بنا وعلينا المباني على كل حال من الذي حفظ هذا الكيان لا تقول لي فلان فلان دولة ودولة لا الإمام سلام الله عليه بدعائه بوجوده كان يحفظ الدين ويحفظ النظام الاجتماعي ويسدد العلماء والمراجع بماذا؟ بتوجهاته ودعائه وألطافه الخفية سلام الله عليه الخضر سلام الله عليه جندي من جنود الإمام يقتل ذلك الطفل ولو أنا وياك نشوف نقول هذا عمل ماذا؟ هذا شر ولكن عندما تفتح لنا الأبواب الواسعان لنرى حكمة الله تبارك وتعالى من قتل هذا الطفل سلمنا به حتى في الرواية بعدما قتل هذا الطفل الأب والأم فكروا في الإنجاب فحملت الأم وأنجبت بنت جعل الله عز وجل من نسلها سبعين نبي ولو بقوا على ذلك الولاد لأرهقهما طغيانا وكفرا من الذي يسدد هذه الأمور هذه الأمور الغيبية الإمام سلام الله عليه مع عوانه الأبدال والأوتاب يحفظون النظام الاجتماعي الخضر يرسل يرسل إلى من إلى قرية بعيدة يخرج من بلد إلى بلد ليحفظ أموال اليتامة أقول لك أبين لك أن الإمام يعمل أن الإمام يسدد أن الإمام يحفظ وإن كان غائبا الخضر يروح إلى مكان حتى يحفظ أموال اليتامة فيبني ذلك الجدار فكم من الأرزاق الإمام يرسلها إلى الفقراء والأيتام ببركة ماذا هو السبب الإمام سلام الله عليه كم من التائهون في الأرض حفظهم الإمام سلام الله عليه ودلاهم لا أن نعتقد بما أن الإمام غائب عن الأنظار أنه غيبته غيبة اعتزالية ليست غيبة الإمام غيبة اعتزالية بل غيبته غيبة تواصلية هو لا يتصل بنا بمعنى لا نراه وهو يرانا بمعنى أن لا نراه فقط لا هو منعزل عن الأمة وعن الناس عندما تعرضت هذه البلدة الطيبة المباركة حرسها الله وحرس أهلها عندما تعرضت إلى موقف من المواقف وكان هناك خطر على المذهب أتى الشيخ محمد نسمونه أبو رمانة في ذلك القصة التي ينقلها الشيخ المجلسي في البحار عندما بعد ثلاثة أيام رأى الإمام سلام الله عليه وأخبره بكيفية التخلص من تلك الحيلة فحفظت هذه الأرض وحفظ إيمان أهل هذه البلدة المباركة من أين لو لا وجوده المبارك سلام الله عليه لا يتدخل في كل الأمر تدخل مباشر ولكن له مواقف مباشرة لحفظ الكيان والمذهب لا ينفصل عنا بل لا يغفل عنا بل نحن الذي نغفل عنا نحن الذي ننساه ولا ينسانا في التوقيع الشريف ورد عنه عليه السلام إنا ليس ناس إنا غير مهملين لمراعاتكم إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء ولاصطلمكم الأعداء حرك شوي قلبك ومشاعرك حتى تتحسس وجود الإمام سلام الله عليه ترى الدعاء الإمام لنا دفع عنا الكثير من البلايا بركات دعاء الإمام عليه السلام لنا دفع عنا كثير من المشاكل كثير من الإبتلاءات حفظنا بدعاء الإمام سلام الله عليه بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت من غائب ما غاب عنا بنفسي أنت من أمنية شائق من يتمنى من مؤمن أو مؤمنة ذكرى فحنى نازح ولكن ما نزح عنا بقاؤنا ببركات دعائه عليه السلام أما المحور الثاني كيف نبني علاقة روحية بيننا وبين إمام زماننا سلام الله عليه لا نحتاج إلى لا نحتاج إلى علاقة مادية بدنية لا نحتاج إلى أن نحرك قلوبنا تجاه وجوده المبارك سلام الله عليه بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين الإمامة الإمامة عبارة عن مبادئ وقيم الإمامة موجودة ومتصلة بوجودنا فكيف نبني علاقة روحية معنوية بوجوده المبارك سلام الله عليه أولا أن نستشعر ونستحضر آلامه التي عاشها طوال هذه السنين مئات السنين والإمام سلام الله عليه يرى بأم عينه تلك المصائب التي نزلت على أمة جده صلى الله عليه وآله يرى الآلام التي نزلت على البشرية منذ آلام منذ مئات السنين والإمام سلام الله عليه حاضر يشاهد هذه المشاهد الذي طالما آلمت قلبه المقدس سلام الله عليه أن نستحضر آلامه أن نستحضر شدته أن نستحضر اضطراره سلام الله عليه وأن نرى هذا الألم وهذه الشدة وهذا الاضطرار في وجودنا وكأن المصيب نازل علينا ماذا نقول في الدعاء في زيارة عاشراء الحمد لله على عظيم رزيتي وكأن الرزي نازل عليه كأن المصيب نازل عليه الإمام سلام الله عليه بشر يتألم ويتعب يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى من يسلي يحتاج إلى من يشاركه همومه هذا الأمر الأول الأمر الثاني التسليم له التسليم القلبي للإمام سلام الله عليه كلنا نتمنى أن لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نشارك مع رسول الله صلى الله عليه وآله في تأصيل الدين كلنا كان يتمنى أن يكون مع أمير المؤمنين سلام الله عليه يقاتل الناكثين والمارقين والقاصطين كلنا يتمنى أن لو كان مع سيد الشهداء سلام الله عليه حتى يقف بجواره سلام الله عليه ويدافع ويحامي عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن هذه الأماني إذا كانت بصدق فإننا فعلا بفضل الله نشارك الإمام فيما هو فيه أحد أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعد حرب بعد حربه مع الخوارج في النهروان قال يا أمير المؤمنين طوبى لنا أن وفقنا الله فوقفنا هذا الموقف وحاربنا وقتلنا أو وقاتلنا أعداء الله معك يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام والذي برأ النسماء إن هناك قوم يأتون في آخر الزمان لم يولد آباءهم ولا أجدادهم بعد وقد شاركونا وقاتلنا في ما نحن فيه قال له الرجل كيف يا مولاي قال عليه السلام نعم قد 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 كانت قلوبهم مسلمة لنا فإنهم بذلك قد شاركونا ما نحن فيه حقا حقا الأماني إذا كانت صادقة الله عز وجل يحشر الإنسان مع تلك الذي كان يتمناه ولو أحب أحد رجل لحشره الله عز وجل معهم إمام الرضا سلام الله عليه يقول في الرواية قل يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما التسليم والرضا بفعلهم يشاركنا معهم الراضي بفعل قام يشارك معهم قصة جابر لعل في بالك كذلك نعم ثلاثة من الأمور التي تعين على بناء علاقة وثيقة ورابطة وثيقة مع إمام الزمان عليه السلام المواضبة على دعاء العاهد في كل صباح للأسف البعض لحد اليوم ما وفق لختم أربعينية في دعاء العاهد مع أن بعض العلماء ينقل عنه أنه كان لسانه لهجا بدعاء العاهد أربعين سنة مو أربعين صباح أربعين سنة وهو يلهجه بدعاء العاهد من وين يأتي هذا الآمر؟ من المحبة والشوق الداخلي أما إذا كان الداخل جاف هناك فتور بيننا وبين إمام زماننا يمر علينا اليوم والليل ولا نذكره بل تمر علينا الأيام والليالي ولا ندعو له ولا نذكره ذكرا حقيقيا هناك فرق بين الدعاء والقراءة فإن الدعاء من صفات القالب لا من صفات اللسان إذا كان القلب داعي أن يسمى الإنسان داعي وأن كان هذا اللسان لا يتكلم قد اللسان يرتل ويتكلم ويقرأ ولكن القلب غير متوجه فهذا لا يدعو في الحقيقة والواقع القلب الذي يتعلق بإمام زمانا يفتتح يومه ولولا أقلا بدعاء العاهد المداومة عليه يفتح علاقة مع إمام الزمان وتكون هذه العلاقة علاقة ماذا علاقة محبة علاقة شوق علاقة على كل حال ويد لا تكون العلاقة جافة مع إمام زمانه سلام الله عليه الأمر الرابع والأخير في هذا المحور أن الإنسان يتمنى لقاء الإمام السيد منير الخباز حفظه الله يقول وقد تواترت عندنا مسألة رؤية الإمام مسألة متواترة كم من العلماء والصلحاء قد التقوا بإمام الزمان في اليقظة لا في المنام ونحن في هذا الزمان حتى واحد ما يتمنى أن يرى الإمام حتى في منامه كم مرة عندما وضعت رأسك على الوسادة تمنيت أن ترى إمام الزمان في المنام عندك هذه الأمنية في قلبك هذه أمانة عظيمة لحد يظن أن هذه أمنية ترى أمنية تافهة لا أمنية كثيرة عفوا أمنية كبيرة ولا يلتفت إليها أكثر الناس المحبين أهل المحبة وأهل الشوق ولو إذا وضعوا رأسهم على الوسادة بعد أن يقرأوا آية الكرسي ويتوضأوا ويسبحوا تسبيحة الزهراء تكون في قلبهم أم أماني من تلك الأمان أنهم يرون أنوار أهل بيت العصمة والطهارة تتمنى لو ما تتمنى اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة المحور الثالث وهو كيف أصل إلى قلبه المقدس كيف أورث المحبة في قلب الإمام لشخصي أريد أن أكون محبوبا لدى الإمام سلام الله عليه أريده أن يحبني أنا أحب الإمام إن شاء الله ولكن كيف ألفت نظره المقدس إلى شخصي إلى وجودي لينظر إلي الإمام نظرة رحيمة أول تلك الأمور الانتظار الإعدادي أن أعد نفسي أكون لائقا ومؤهلا لذلك في أي موضع كنت أنا شاعر خلي أسخر شعري في نصرة الإمام سلام الله عليه هذا آب خلي يربي أولاده على محبة الإمام سلام الله عليه أم خلي هذه تغرز بذور محبة الإمام في قلب أبنائها سلام الله عليه في أي موقع كنت خلي العلاقة علاقة ماذا؟ علاقة إعدادية لماذا؟ لاستقباله سلام الله عليه بحيث لو اليوم ظهر أقول والله أنا مستعد أنا أتمنى رؤية الإمام ولقاء الإمام سلام الله عليه ولكن هل أن الإمام يتمنى لقائي الإمام إذا الإمام أذن للإمام أن يراني هل أنا مؤهل هل أنا لائق أن الإمام يلتقي بي من الداخل نظيف ومن الخارج نظيف أو لا هذه القصة سمعتها من أكثر من من عالم أو من خطيب ولعلها مختلفة في بعض النقولات منهم من يقول على كل حال قدر ومنهم من يقول قيف هذا يصير في مثل هذه القصص ولعلها واقعة وقعت في طهران كان أحد الوالهين لرؤية الإمام سلام الله عليه لعله تسع سنوات وهو في وله وشوق لرؤية الإمام سلام الله عليه يريد أن يكحل ناظريه بنظره للإمام سلام الله عليه في ليلة من الليالي رأى في الرؤية أن الإمام عليه السلام يقول له أو مناديا يناديه أن الإمام سيكون في اليوم الثاني عند فلان أصحى الذي يبيع الأقفال في السوق الفلاني في طهران فاذهب إلى ذلك المكان ذهب هذا الرجل الصالح إلى ذلك المكان وكان ينظر إلى هذا الدكان والرجل شيبة كبير في السين يبيع الأقفال فجاءت إمرأة فقيرة إلى ذلك السوق وقالت إلى الباع من يشتري مني هذا القيف البتومانين اثنين تومان أحد يشتري لما أحد يشتري أنا محتاجة اثنين تومان فأهل السوق اللي عطاها واحد تومان اللي عطاها واحد ونص تومان اثنين ما أحد عطاها جاءت إلى هذا صاحب الأقفال صاحبنا الذي يبيع قال لها أنا هذا القيف يسوى أربعة تومان بدون شنو بدون مفتاح يسوى أربعة تومان قالت والله أنا محتاجة اثنين تومان وما أحد عطاني أنت تعطيني أربعة قال لا بعد لو كان فيه بعد مفتاح أعطيش خمسة تومان والمفتاح عندي واش رايش أنتين تشتري من عندي هذا المفتاح وتالت بيعيني قفل مع مفتاح بخمسة تومان قالت ما عندي قالت المفتاح بتومان أنا أعطيش قرض تومان ثم تشتري من عندي هذا المفتاح تبيعيني هذا القفل مع المفتاح بخمسة ترجعين عليه ماذا على كل حال نص تومان ترجعين عليه نص تومان قيمة المفتاح تحصلين أربع ناس قالت التصادق قال نعم التفت أحد إلى كتف ذلك الصالح الذي كان ينظر إلى المشهد فقال له إذا أردت الإمام يأتي إليك كن مثل هذا الرجل الإمام يجي إليك مو أنت تروح تبحث عن الإمام سلام الله عليك تتعامل مع الناس هذه المعاملة تبيع وتشتري مع الناس بهذه المعاملة بالمتاجرة مع الله سبحانه وتعالى بالصدق مع الله سبحانه وتعالى بالأمان نعم الأمر الأول أن نعد أنفسنا إعدادا انتظار الإعداد لا الانتظار الساذج لا الانتظار على كل حال غير الجاد بل الانتظار الجاد الإعدادي اثنين من الأمور التي تجعل الإنسان محبوباً مع إمام الزمان عليه السلام كثرة ذكر الإمام سلام الله عليك أن نخصص بعض الأوقات لقراءة لقراءة الأدعية التي تتعلق بوجوده التي تختص بشأنه خصوصاً الزيارات مثل زيارة آل ياسين التي يوصي بها كبار العلماء والعرفاء زيارة آل ياسين لا يمر علينا اسمه إلا ونقرأها إن شاء الله أقول هذه كلمات ولكن تحتاج أن الإنسان يخلي له برنامج عمال إذا سمع الإنسان كلمة رشد وكلمة هدى لا يسمعها من هذه الجهة ثم تخرج من هذه الجهة بس العلم يصير حج على الإنسان ولكن إذا سمع كلمة ممن القائل على كل حال إذا سمع كلمة فيها صلاح أن يجعل لنفسه برنامج عملي إذا أراد أن يصحح العلاقة الأمر الثالث والأخير مسألة الإهداء للإمام سلام الله عليه لو كنا والإمام عليه السلام كان حاضرا بين أيدينا مثلا لأهديناه خاتم لأهديناه عباء لأهديناه مصحف ولكن الإمام غائب عليه السلام ماذا نهديه قال العلماء نهديه الأعمال الصالحة هذا شهر الرمضان اختم ختمة واحدة واهديها لإمام زمانك تذكرت لما تذكرت بختمة كم واحد يروح الحج في واحد مرة راح الحج وقال هذه والآن حجيت حجتين ثلاث هذه الحجة إلى إمام الزمان كم عمرة رحتت كم مرة وفقت للذهاب إلى بيت الله والاعتمار هل أهديت الإمام عمرة واحدة من العمرة التي ذهبت إليها ما نذكر الإمام سلام الله عليه مسألة الإهداء للإمام سلام الله عليه تورث المحبة تهادى وتحبى يقولون للإمام سلام الله عليه فلان ذاك الموجود في هذه البلدة في البحرين قد أهداك مثلا ختم من القرآن ختم لك وحدك يا صاحب العصر والزمان كم الإمام عليه السلام ينظر إلينا بذلك نظرة رحيمة كم يداخله السرور والمحبة ولهذا نحتاج أن نهدي للإمام سلام الله عليه شيء من أعمالنا الصالحة الخالصة سلام الله عليه وبالتالي نحن المستفيدين لهذا لعل من وصايا أعظم ما يوصي به الشيخ الوحيد الخراساني أدام الله عز وجل علينا بركات وجوده أن بناء علاقة وثيقة مع الإمام من خلال إهدائه الأعمال قراءة الإخلاص وقراءة سورة ياسين في كل يوم قرأ سورة ياسين واهديها للإمام لحفظ الإمام سلام الله عليه وتصدق نيابة عن الإمام ولحفظ وجوده الإمام يمرض الإمام يتعب تأتي صدق إن شاء الله بيدك المباركة تدفع عن الإمام التعب تدفع عن الإمام المرض سلام الله عليه ولهذا الإمام حاضر شاهد ما غاب ولا لحظة واحدة عن أمة جده صلى الله عليه وآله بل هو الحافظ الشاهد الحاضر لكل المواقف بأبي هو وأمي كم قاسا عندما في كل صباح ومساء يتذكر مصيبة جده الحسين عندما يتذكر مصائب آبائه وأجداده عندما يتذكر مصيبة أمير المؤمنين سلام الله عليه كم يبكي كم يداخله الحزن ولأسى على قلبه مصائب أمه الزهراء سلام الله عليه في قلبه المبارك يبكي ويحضر المجالس الحسينية ويتلقى العزاء من الناس هو المعزى برسول الله وهو المعزى بأمير المؤمنين وهو المعزى بالزهراء وهو المعزى بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عجل يساف الله يركن الديانة جار الدهار واستولت علينا أعدانا جم دوب تغضي الضيم يمشكر علانا عجل يساف الموز ما طالت الغيبة طالت الغيبة والحشا منا اشتعل نار جنك ما تجري الصار جنك ما تجري الصار يوم طب والدار ضرب وحرق وانبت ومسمار ولطمة العين أعظم يبو صالح مصيبة ما تتنحي له حقوب ما كسر ضلعها لخة خطبت بهم محاد سمعها ومت مرمرا طلعت من الدنيا كئيبة سألك اللهم وندعوك عجل ولينا الفرج جعلنا من عنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يدايه تبتنا على ولايته جعلنا من شيعته ومحبي هذه ليلة الجمعة قد دخل جابر بن عبد الله الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له يا جابر هذه آخر جمعة من شهر رمضان فودعه وقل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لا تجعلوا آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما ولا تجعلني محروما فإنك إن قلت ذلك ظفرت بأحدى الحسنيين إما ببلوغ شهر رمضان من قابل وإما أن يغفر الله لك اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيرا وصل عليه وعلى آبائه الطاهرين اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا أسيرا إلا فككت أسرا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح لا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين إلى أرواح موت المؤسسين والعاملين والمشاهدين لا سيّم العلماء والشهداء نؤدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات